كده جروب احنا دايماً بنعمل سيشنز جيني ستورمينجياني او عصف زيني دايماً كل اما يبقى في حدث جديد او فعالية جديدة بيبقى قبليها اقتراحات التيم طبعاً اقتراحات يتبع على كاهل محمد مجدي ووائل اكتر لان هما الكونتينت كرييتورز او صنع المحتوى وبنبدأ نطلع منه الافكار بقى كلها اللي هنبدأ نشتغلها لان احنا نشتغل على تو داريكشنز الشاشة الشاشة بكل الكونتينت اللي فيها ومحتوى خاص بقى بالتفاعلي محتوى خاص بجمهور السوشيال ميديا هو عايز يشوف بقى احصائيات وارقام وتصميمات وعايز لغة وعايز slow moderation وعايز يرد عليك يعني ممكن تلاقي مثلاً تصميم دي من الحاجات الطريفة شوي ان انت ممكن تلاقي تصميم بيقول ان مثلاً فيه مطش هوى الساعة 3 فكل الكمنتات تحت المطش الساعة كام انت لازم برضو ممكن يكون ماخدش بيال وممكن يكون الجهول صغير بيفتح من موبايل فأنت تتفاعل معها والحاجة الثانية هو التفاعل مع البرامج وده اللي احنا دايما بنسعليه إن حضرتك ليك جماهير بتستنى ببرنامج بتاعك تبقى عايزة تشارك فمن وقت للتاني كلما الأحداث بتبقى أكبر بيبقى فيه نوع من التفاعل مع بعض البرامج وبيتطور مع الوقت يعني بيبقى فيه أسئلة مثلا ممكن تضطرح وممكن يبقى أجابتها عن طريق السوشال ميديا وده فايدة السوشال ميديا إن هو بقى ميديا من تفاعله بشكل كبير جدا أكيد السؤال يعني أنا بحيارنا أنا شخصيا إحنا عارف إن إحنا كقناة أهلي لينا شكل معين ولينا ستايل معين وإننا أسلوب اللي هو ندينة شكل ندينة السوشال ميديا بقى عايز شوية شطة كده علشان تعرف بقى الجمهور إزاي بتقدر تعمل عملية توزنية بين إن إنت تحط الشطة دي وإنت تحافظ على التعصو بتحافظ على شكلك إنت كأهلي يعني بتدرها إزاي مع فريقك إحنا عندنا رولز تمام إحنا متفقين على قدرة القناة قدرة القناة طبعا عندها المبادئ الأساسية أكيد حاجة واحدة فإحنا منتزمين جدا بكل أنواع ما أنا بقول حضرتك هو الفاليو فين أو القيمة بتاعتك الحقيقية هي المصدقية إن إنت المصدر الرسمي إن إنت قناة النادي الأهلي أو يعني دي أكبر فاليو أو أكبر قيمة بتقدمة للجمهور إن دي قناة أكبر نادي أو أحب نادي بالنسبة لهم فدي بالنسبة لنا كافية وعشان كده بقول إنه هو مجهود وكل حاجة بس أنا بقول للشباب إحنا لسه بدري قوي إحنا الموضوع فيه بوتينشل أكتر من كده بكتير نحن نحن نوصل إلى العشرة أو العشرين مليون إن فيه أكتر من كده كمان أهلوية بكتير جدا ومش أهلوية وبيحبوا النادي الأهلي وبيجعوه بتابعوه فحطة إن أنا أحط فليفرز أو شطة أو الحاجات دي دي مش وردة عندنا على الإطلاق إحنا مصدر رسمي بننقل أحداث بشكل ممكن يكون شكل قوي أو شكل جيد أو شكل أرتيستيك أو يعني زي المحاولات بتشوف ديزاين كابشن شكل كويس ومعمول صح لكن بعيدين كل البعد عن أي حاجة تصير أو تعمل مشاكل أو يبقى فيه فليفرز مش أدواتنا أصلا جميل جميل إن تبدو